تعتبر طائرة الاستطلاع لوكهيد الملقبة بالطائر الأسود أحد أهم الطائرات المستخدمة في مجال الاستطلاع والاستطلاع الجوي تم تطوير هذه الطائرة بواسطة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية وهي تعتبر إحدى الطائرات ذات الطيارة التي يتم التحكم فيها عن بعد تتميز طائرة الاستطلاع لوكهيد بتصميمها الفريد وقدراتها الاستخبارية المتقدمة تم تجهيز هذه الطائرة بأنظمة استشعار متطورة تمكنها من جمع المعلومات والبيانات بشكل دقيق وشامل يتم استخدام الطائرة في عدة مجالات مثل الاستطلاع العسكري ومراقبة الحدود ومراقبة البيئة ورصد التغيرات الجوية والمناخية ومكافحة الإرهاب والبحث والإنقاذ تتميز الطائرة بقدرتها على الطيران لفترات طويلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود مما يمكنها من تنفيذ مهام استطلاعية طويلة المدى كما تتميز بالقدرة على التحليق بشكل منخفض وبطيء للحصول على صور ومعلومات تفصيلية بدقة عالية تستخدم طائرة الاستطلاع لوكهيد في عدة دول حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند وأستراليا وغيرها تعتبر هذه الطائرة أحد الأدوات الحيوية في القوات الجوية والاستخبارات لتحقيق الأمن والسلامة والمعلومات الاستخبارية الحيوية يتم التحكم في الطائرة عن بعد من خلال مركز التحكم الأرضي حيث يتم تشغيل الأنظمة الاستشعارية وتجميع البيانات وتحليلها وإرسال التقارير والمعلومات المهمة إلى القوات العسكرية أو الجهات المعنية الأخرى وفي الختام تعد طائرة الاستطلاع لوكهيد الطائر الأسود إحدى الإنجازات التكنولوجية في مجال الاستطلاع والاستخبارات الجوية توفر هذه الطائرة قدرات استشعارية متطورة وتعزز قدرة الدول على جمع المعلومات والتخيل استكمال النص يرجى توفير المزيد من المعلومات حول الطائرة الأسود واستخداماتها العملية وأهمية تكنولوجيا لاستطلاع الجوي في العمليات العسكرية والأمنية ترجمة نانسي قنقر